مرحبا بكم اليوم جيدكم بوصفة يحبوها الكبار والصغر ووصفة بنينة وهيلا لهبالة على الهبال نذهب لطريق التحضير الوصفة التي كانت لازانيا في الفرن في الفيونداشي بسم الله نقلي البصلة مليح نضيف لها الفيونداشي نضيف معها الملح نضيف الزيت الحم يحب الزيت ياسر نضيف الفلفل الأزود ينشف يستعمل الفيونداشي يستعمل اصدار الجاج مرحي نضيف نضيف نصف حبة طماطم ثوم نضيف نصف ملعقة كبيرة طماطم مصبرة نصف ملعقة كبيرة عكري من نشفهم شمليح نحضر البشا ملتعنا نحتاج البشا ملتعنا نصف ملعقة كبيرة زبدة ملعقة مش معمرة ملعقة زيت مش معنار نضيف الحليب خليط نضيف الجبن نضيف فيه الفلفل الاسود و هكا يكون الباشاميل تحضير نحط في المولا تحضير طبقة من الباشاميل الاولى نضيف فوق منها لازانيا و نضيف فوق منها البيونداشي هكا نستعمل اربع طبقات بنفس الطريقة من الفوق نضيف الباشاميل و نضيف الجبن و ندخلها للفرن على درجة حرارة 180 درجة مدد 45 دقيقة و هكا تكون لازانيا تعنا حضرت صدقوني بنتها ولا اروع ما عليكم غير تجربوها و تخلو لنا ارايكم نعندو اي استفسار يخليه لنا في كومنتير نعندو وصفة حبل نحضرو هالو خليها لنا في كومنتير ما بقالي غير نقول لكم بونا بيتي و ما تنساوش تدعمونا بليجام لي كومنتير و بانساوش ابوني للقناة و ما تنساوش تبرتاجو رابط القناة لاصحاباتكم و احباباتكم بونا بيتي و صحة صحوركم اشتركوا في القناة